في مشاكل تانية لمشروبات الطاقة آه في مشكلة اسمها الحساسية المفرطة الحساسية المفرطة تجاه اي مكون من المكونات العالية دي مش احنا في اول الحلقة اقولنا مكونات مشروبات الطاقة مش حضراتكو لما بعد الشر يعني اي حد بيتعب بياخد الدوة فبتلقوا مكتوب في النشرة ايه يقولك ايه موانع الاستخدام يقولك موانع يعني يقولك مثلا الدوة ده في المادة الفلانية حلو طب ايه الموانع الاستخدام بقى الدوة ده يقولك لو انت عندك حساسية من المادة دي مش انتو تسمعوا اللي عندهم حساسية ضد البنسلين اللي عندهم حساسية ضد الأدوية كده معينة تمام الحساسية زي الأطعمة يعني مش في ناس عندها حساسية ضد أطعمة كتير قوي مكونات مشروبات الطاقة دي كتير قوي ومعظمها مركبات غامضة بقولك صمغ الخشب ومركبات غامضة ففي قابلية أو في فرصة لحدوث أنه يكون فيه حساسية مفرطة والحساسية المفرطة دي خطر بتعمل حاجة اسمها أنا في لكتك شوك يعني تلاقي حد مثلا يعني كان فيه قصة شهيرة جدا لأحد الكتاب في جمهورية مصر العربية يعني أنه توفقوا الله كالستاكوزة لأنه حصلوا حساسية من الاستاكوزة دي حساسية المفرطة دي بتعمل مشاكل كبيرة جدا جدا وبيحصل توقف في التنفس وبتاع حاجات كتيرة أول خلاص فمن ضمن المواد كمان اللي مشهورة قوي ده بتعمل حساسية أنه فيه ناس عندهم حساسية لها وهما مش عارفين الكافيين الكافيين اللي موجود في القهوة موجود في المياه الغازي وغيره طبعا من المكونات اللي قلناها في الأول